بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وعلى أصحابه وسلم إزايكم يا حبيبي عاملين إيه؟ يارب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة وكل عام وإنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك حبيت بقى أعملكوا فيديوهات عملي عن السلاحف المصري من كتر ما بتجي لي أسئلة عن السلاحف المصري طبعا أنا بربي سلاحف يوناني وبحب السلاحف اليوناني وبعشقها وطبعا أنا بحب كل السلاحف والمصري وكله بس بخاف من المسئولية بتاعة السلاحف المصري لأن طبعا السلاحف المصري ما بتتأقلمش مع الطقس بسهولة شهيتها معدومة شايفين كمان منظرها للأسف الشديد منعتها قليلة جدا زي ما قلت لكم كده ما بتتأقلمش في البيئة فأحسن حاجة ليها من هي تتربف بيئتها الطبيعية تربيتها في الأسر بتبقى صعبة جدا بس أنا برضو عند رأيي مع الحب والاهتمام كل حاجة بتبقى حلوة وكل حاجة بتعيش وكل حاجة بتستمر يعني فإن شاء الله ده بقى اللي هعمله لكم في سلسلة الحلقات اللي جاية إن شاء الله على السلاحف المصري دي أنا قررت إن أنا أجيبها آآ واعمل لكم عليها فيديوهات أنا كنت عملت لكم عليها فيديوهات من حوالي تلاتة شهر هي بتاعت صاحب ابني آآ وكان كان بيسألني عنها يعني إن هو كان عايز يشتريها وكده وأنا عملت لكم عليها فيديوهات وعجبتكم جدا بس بقى لقيته للأسف الشديد مش قادر يتعامل معاها ولا عارف يأكلها وقال لي إنه بقى لها تلاتة شهر عنده ما بتاكلش خالص آآ من يوم يمكن ما عملت لكم الفيديو ما كالتش عنده ولا بتتحرك ولا بتتشمس فأنا قلت له خلاص أنا هاخدها وأنا ربيها برغم إن أنا خايفة جدا من الزم بس يعني هو ربنا عالم بالنوايا إن أنا نيتي إن أنا أعالجها وأحافظ عليها بقى من اللعب بقى والمرمطة والحاجات اللي بتشوفها من أول رحلة التهريب لغاية ما بتيجي عند التاج لغاية ما بتيجي آآ لينا بقى في الأسري يعني فأنا بإذن الله هستعين بالله طبعا في الأول وفي الآخر وهبتدي آآ معاكم كده حلقات ونشوف كده هنعمل إيه وطبعا التوفيق من عند ربنا في الأول وفي الآخر طبعا زي ما حضراتكم شايفين ما فيش أي رد فعل خالص ما بتتحركش ما بتمشيش يمكن من ثلاث شهور كانت بتمشي قدام الكاميرا لو تفتكروا في الفيديوهات اللي فاتت أما الوقت هي جاية بجد آآ ما بتتحركش خالص حتى جلدها ناشف عينها ورمة بجد بجد هلكانة جدا آآ زي ما قلت لكم كده أنا بحب كل السلاحف بس صدقوني السلاحف المصري مسئولية عشان كده أنا دايما بنصح أي مبتدئ ما يجيبش سلاحف مصري نهائي وخصوصا لو أطفال أما لو غاوي وبيحب يربي السلاحف يجيبها لأن السلاحف دي روح وهنتسئل عليها هي مش مجرد لعبة وخلاص آآ كمان شهيتها مقفولة لو تفتكروا برضو في الفيديو اللي فات من ثلاث شهور حاول تأكلها ما فتحتش بقاها نهائي وبرضو الوقتي أنا بحاول آآ جايبها لها جرجيري قلت عشان الجرجير آآ طاري وأكله ساحل بصوا ما فيش أي رد فعل نهائي آآ حتى ما بتمشيش يعني ما فيش حركة خالص شايفين آآ فأنا أنصحكم آآ أي حد عايز يربي سلاحف يا يربي سلكاتة يا يربي يوناني لو عندكم مكان للسلاحف السلكاتة لأنها بتكبر في السنوات الاولى بطريقة ملحوظة بعكس اليوناني والمصري أوكي ماشي أما آآ لو ما فيش مكان يبقى نربي اليوناني زي ما زي ما أنا مربية لأن اليوناني برضو تربته سهلة وجميلة وكمان ينفع يتربى في البيت شايفين طبعا رجليها نشفة خالص ازاي وقديها كمان شايفين المنظر أنا بس بوريكو شايفين كمان عند عينيها وشايفين الجلد اللي حوالين آآ رقبتها آآ ناشف ازاي طبعا ما بتشربش مية ما بتاكلش ما بتتشمس يعني آآ ربنا بجد يكون فعونها من اول زي ما بقول لكم كده من اول ما بتتحط في شولة فوق بعض وفوق بعض لغاية ما بتيجي للتاجر وبعدين احنا بناخدها آآ في طبعا آآ ناس بياخدوا بالهم منها وفي ناس بيجبوها لأولادهم كلعبة فا يعني تاني هقول لكم تاني انصحكم ما تجيبوش سلاحف مصري لو عايزين تجيبوه سلاحف مصري هاتوها كبيرة دي طبعا صغيرة انا هاقسها واشوفها كم سانتي آآ لان السلاحف الصغيرة بتبقى عايزة رعاية اكتر وعايزة اهتمام اكتر فبتتعب جدا في التربية وخصوصا لقدر الله يعني طبعا العمار بيد الله والموت والحيا ده بيد ربنا وطبعا في الاول وفي الاخر كلنا هنموت بس السلاحف من اكتر آآ الكائنات المعمرة على وجه الارض مع الاهتمام والحب وباكد تاني مع الاهتمام والحب هتعيش معانا فترة طويلة آآ شايفين هي الوقتي بتعمل ببيل ده اسمه يوريك اسد بيبقى بروتين زيادة بتبقى لو نازل على شكل معجون بتبقى عادي بس لو نازل على شكل بودر بتبقى دخل على مرحلة جفاف وبتبقى محتاجة تشرب ميا ضروري طبعا شايفين شكلها بجد يعني آآ يعني نستعين بالله انه يشفيها ويعفيها ويبارك فيها ويطول في عمرها كده وان شاء الله تخف وتكون كويسة وشايتها تتفتح وكده يعني لان بجد كتير بيقولولي ان هم عملوا معاها كل حاجة شمس وتنوعي في الاكل وكل حاجة وما فيش فايدة هي طبعا آآ ان شاء الله برضو في الحلقة الجاية هعمل لكم فيديو نعمل لها حمام ميا دافي عشان آآ تفك كده وتتحرك وكمان جسمها يترتب شوية بازن الله انا هجيب منديل وابتدي امسح آآ الببيل بتاحها ده شايفين هو على شكل معجون انا برضو سوريا على المنظر بس طبعا انا بفهمكم لان في كتير بيتخضوا هو ده بينزل مع البول آآ في كتير بيتخضوا لما بيشوفوا الشكل ده ده طبيعي جدا ومعظم السلاحف بتعملوا بس قلتلكوا لو عامل على شكل بودر يبقى خطر شايفين الصلحفة لكنها مفيش اي رد فعل خالص خالص شايفين المنظر طبعا هنعالج عينيها وهنبتدي نشوف ايه المشاكل اللي عندها وطبعا هعمل لها فحص لما تعمل ببيت قيلة آآ او براز يعني هعمل له فحص ان شاء الله برضو معاكم عشان نعرف هي شهيتها مقفولة من ايه هل عندها ديدان هل مريضة داخليا آآ آآ هل مش حاسة بالامان هنشوف يعني ده في الفيديوهات اللي جاية بازن الله آآ فيديوهات عملي عشان خاطر آآ كلنا نستفاد بس انا برضو بنصحكم لو جبتوا صلحفة وكانت رفضة الاكل برضو بنصحكم ان انتم ما تأكلوهاش غزبا عنها حتى لو رحتوا للبطري وقال لكم اضرابوا الاكل في الخلاط واكلوا للسلحفة بسترينجا انا برفض الطريقة دي خالص آآ لان برضو الاكل بتبقى معدتها وقفة وما بتتحركش فالاكل هيعفن ساعت بيقف في زورها ساعت آآ هيعمل لها مشاكل اكتر واكتر فانا نصحكم ان انتم ما تعملوش حاجة زي كده خالص احنا برضو هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا السلاحف المصري اساس في التربية بتاعتها الشمس لو انا ما عندي الشمس ما نصحكمش ان انتم تجيبوا سلاحف مصري هو طبعا الشمس اساسي لكل السلاحف بس المصري بالاكتر لانها بتجي من الصحرة فمتعودة على درجة حرارة معينة فما ينفعش انهائي ان احنا آآ نجيب سلحفة ونقول احنا ما عندنا الشمس صدقوني هتفضل السلحفة داخل جوه الصدفة هتفضل رفضة الاكل هتفضل رفضة الحركة صحتها تتدمر اكتر واكتر وهتأدي في الاخر الى الموت اوكي اه فانا انصحكم لو عندكم شمس الشمس اساسي في تربية السلاحف اوكي شايفين انا كل شوية بورها لكم طبعا ممنوع الشيل والحط في السلاحف المصري بالزيت بس انا بوريكم قدي ايه هي تعبانة وقدي ايه هل كانة شايفين عينيها شايفين ايديها ايديها نشفة خالص متخشبة اه كمان رفضة الاكل بطريقة غير طبيعية يعني ما بتفكرش حتى تفتح بقها نهائي على العموم ده انتظروني ان شاء الله في فيديوهات بقى سلسلة فيديوهات زي ما قلتلكم كده على السلحفة المصري ويا ريت تقولولي في الكومنتات نسميها اسم ايه نختار مع بعض الاسم ان شاء الله ونشوف كده هنسميها ايه بحبكم في الله يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا الشير لكل اصدقائك وكل الجروبات عشان كله يستفاد ونربي تربية سليمة ده الهدف من القناة نحن نحافظ على السلاحف من الموت والانقراض بحبكم في الله وانتظروني في فيديو جديد بازن الله باي باي شكرا شكرا